بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال عنه العلماء يدخل فيه ثلث العلم وقال بعضهم يدخل فيه ثلث الإسلام وقد صدر الحبيب الشفيع هذا الحديث بقوله إنما وهي تفيض الحصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر كل الأعمال أنه لا بد من عقد النية عند القيام بها فالصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد فيهم جميعا من نية ورضي الله عن الإمام بن حجر العسقلاني قال في مقدمة فتح الباري عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية وهذا الحديث له مناسبة إنما الأعمال بالنيات قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رجل يقال له مهاجر أم قيس كان الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة المنورة لأجل الله ولأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للأجر والثواب ولمرضات الله جل وعلا إلا أن هذا الرجل خرج من مكة قاصدن المدينة المنورة لا لأجل الله ولا لأجل رسول الله وإنما هاجر لأجل امرأة أحبها هذه المرأة تسمى بأم قيس فأطلع الله نبيه على نية الرجل فصدر النبي هذا الحديث بقوله إنما الأعمال بالنيات ثم بين بعد ذلك يعني أجمل في البداية ثم فصل الأمر بعد قوله إنما الأعمال بالنيات يقسم صلى الله عليه وسلم هجرة الناس إلى قسمين قسم يهاجر لأجل الله ولأجل كلمة لا إله إلا الله وقسم آخر يهاجر لأجل الدنيا أو لأجل النكاح أو الزواج أو لغرض دنيوي زائل زائف فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أنعم بها من هجرة وأنعم بها من انتقال من مكان إلى مكان لأجل الله ولأجل رسول الله أما القسم الثاني قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي إحدى الروايات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه نتعلم من هذا الحديث أن الأعمال بالنية ولابد من عقد النية عند كل عمل ولابد من تجديد النية متى علم الله من عبده صدق النية يسر له كل الأسباب نتعلم من هذا الحديث أن العادة تتحول إلى عبادة بالنية نتعلم من هذا الحديث أن النية شرعت لتمييز العادة عن العبادة فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صدق النوايا وأن يطهر لنا الخفايا وأن يحشرنا مع خير البرايا آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته